في ظل خلافات في الرؤى بين تركيا والسعودية بشأن عدد من القضايا وفي مقدمتها الأزمة الخليجية تأتي أول زيارة لرئيس الوزراء التركي بنال يلدرم إلى الرياض زيارة تتطرق إلى هذه الملفات السياسية الشائكة إلى جانب بحث سبل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادرة بين الطرفين نبحث مع المسؤولين السعوديين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع حل اهتمام مشترك وقصة الأزمة الخليجية مع قطر العلاقات بين تركيا والسعودية مهمة نظرا للروابط التاريخية والدينية ونحن نسعى لتعزيز علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي تركيا أيدت منذ البداية حل الخلاف الخليجي عن طريق الحوار ونبذل جهودا في هذا السياق وبحسب مراقبين فإن تغيرا ما قد يحصل في سياسة أنقرة في الوقت الذي رشحت فيه معلومات عن حمل يلدرم رسالة للعاهل السعودي من إردوان كمبادرة لحل الأزمة مع قطر لكن يبدو أن هناك تحديات تواجه هذه المساعد التركية الزيارة مهمة للغاية وصعبة في نفس الوقت نظرا لكثرة الملفات الشائكة في المنطقة زيارة يلدرم هي تأتي بعد أشهر من الأزمة الخليجية والآن أعتقد هناك نوع تعويض من قبل الأتراك على هذه الزيارة خصوصا أن العلاقات التركية السعودية شهدت الفترة الأخيرة حالة من الفطور وخاصة فيما يتعلق بالتقارب التركي القطري وكانت تركيا والسعودية قد أعلنتها تأسيس مجلس التنسيق التركي السعودي خلال زيارة الملك سلمان لتركيا في نيسان من العام الماضي ولكن الكثير من التغيرات قد حصلت منذ ذلك الحين وفي نفس الوقت يرى مراقبون أنه إذا ما أصرت أنقرة على الوقوف صراحة بجانب قطر في الأزمة الحالية فإن ذلك قد يفشل أية محاولات منها لكسر جليد العلاقات مع السعودية زيارة رئيس الوزراء التركي للسعودية تأتي في ظل إشارات لتحسن نسبي في العلاقات الاقتصادية التركية مع مصر واستمرار الخلاف والملاسنات التركية مع الإمارات وحسب مراقبين هي تأتي أيضا في ظل سعي تركي لنفوذ إقليمي ومحاولتها الإمساك بكل الخيوط مرة واحدة وهو ما قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز الخلاف بين الجانبين علام صبحات الحرة إسطنبول